موسيقى استعازة بالله من كل شيطان وبتملة بالرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأشرفان على سيد ولد عدنان في كل حان وآن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واكتب لنا العون والمدد يا واسع الكرم أعزائي المشاهدين نحييكم في أولى حلقات برنامج سفينة العلوم نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام سلام الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته يسعدنا في هذا البرنامج برنامج سفينة العلوم أن نقدم لحضراتكم هذه المواهب واسمحوا لنا أن نرحب بضيوف الكرام ومعنا في هذا اليوم ضيفان أتوا إلينا كرام اسمحوا لنا أن نرحب بفضيلة القارئ الشيخ والعلم الكبير الشيخ محمد السيد سويلة أهلاً وسهلاً يا شيخ محمد أهلاً بيك سيد الله منور ومنشرف ربنا يبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية يا رب واسمحوا لنا أن نرحب أيضاً بفضيلة الداعية الإسلام الكبير وعلم من أعلام الدعوة إلى الله فضيلة الشيخ محمد عبدالوهاب شبايك أهلاً وسهلاً يا شيخ محمد نورنا ومشرفنا ببرنامجي ربنا يبارك فيك يا رب وديك الصحة اللهم أمين طبعاً شاء القدر في أن تكون أولى حلقات برنامج سفينة العلوم أن نكون نحن الثلاثة من أبناء كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بمدينة القاهرة يعني طبعاً ذلك هو تحقيق العلم وتحقيق العلم في أزهرنا الشريف نورنا يا شيخ محمد يابو سويلم ربنا يبارك فيك الشيخ محمد حابب تقول حاجة في بداية اللقاء ربنا يبارك الشيخ محمد نطبعاً أنت رجل من أعلام القراء ومن الناس اللي احنا بنشوفهم على الساحة يعني عايزين نفتح اللقاء كده ونبتدي البرنامج بحاجة كده نسمعها من الزكر الحكيم تختاروا ولا اختاراني يا أخي نسمع من سورة الأحزاب أي حاجة من سورة الأحزاب فضل السيد ملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رخيماً تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً وكان بالمؤمنين رخيماً وكان تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ولا تطع الكافرين والمنافقين ودخ أباهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً صدق الله العظيم صدق الله العظيم تلاوته روح وريحان به تسم القلوب بعزة الرحمن تلاوته تدع الفؤاد مطمئنة رحب البسيطة سابت الأركان إنه القرآن يمح الأسى والكآبة بجماله وصوته أبو سويلم يزلزل الوجدان ربنا يفتح عليك يا شيخ محمد يعطيك الصحة والعافية يا رب تمن أشد الناس جمالاً في الصوت لقد من الله تبارك وتعالى عليك بالصوت الحسن تصحب أداء متميز أحكام وتجويد وتلاوة ربنا يبرك فيك وينفعك بالقرآن الكريم اللهم أمين الشيخ محمد عبد الوهاب انوارنا الله يصلح حالك يا رب اللهم أمين طبعاً في الأيام دي بنعيش في ذكرى الإسرائي والمعراج وفي نفحات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وطبعاً عايزين نتكلم كده ونعطر المكان ونعطر برنامج سفينة العلوم في أولى حلقاته كده حتّى نأخذ البركة الثابتة بالقرآن والسنة عايزين نتكلم كده عن رحلة الإسراء والمعراج يعني الناس بتشك في رحلة الإسراء والمعراج في هذه الأيام بيقول رحلة الإسراء والمعراج دي كانت بالروح والجسد يعنى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا أرسل له رحلة الإسراء والمعراج أسري به وعرج به إلى السماوات العلا بروحه وجسده أم بالروح فقط بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول الله تعالى في كتابه العزيز سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقول الله تعالى بعبده دليل على أن رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد وإن كانت رحلة الإسراء والمعراج بالروح فقط لما كانت معجزة وإن المعجزة هو أمر خارق للعادة ولذلك عندما ينام الإنسان تهوى روحه حيث ما شاءت فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بالروح والجسد معا لأنها كانت معجزة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كانت بداية النقطة المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني أنت عايز توضح لنا يا شيخ محمد أن الرحلة بدأت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكانت رحلة الإسراء والمعراج بالروح والجسد بروح النبي صلى الله عليه وسلم وبجسده وليس بالروح فقط وهذا ما اتفق عليه أهل السنة وجمهور العلماء وهو الثابت بالقرآن والسنة وطبعا لأنه لو كان بالروح فقط لما كانت معجزة وزي ما أنت قلت أن المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهرها الله تبارك وتعالى على يد نبيه فإن الإسراء والمعراج كانت معجزة وبما أنها معجزة فكانت بالروح والجسد طبعا في رحلة الإسراء والمعراج حدث موقف غريب حدث كده حاجة غريبة الناس كلها بتتعجب منها لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في رحلة الإسراء والمعراج فهم أن يخلعنا عليه كان عايز يخلع الحذاء بتاعه تبليه إيه اللي حصل عشان سيدنا النبي يخلع الحذاء بتاعه لما وصل إلى ربه أو وصل عند سدرة المنتهى عندما أراد الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعنا عليه وعندما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعنا عليه فناداه رب الملكوت تبارك وتعالى وقال له يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد لماذا أردت أن تخلعن عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تقول لي مثل ما قلت لأخي موسى من قبل فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس يطوع فناداه ربه قائلا يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد إن موسى كان طالبا لكنك مطلوب إن موسى كان راغبا لكنك مرغوب إن موسى كان محبا لكنك محبوب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو من علمه ربه وأدبه وفهمه وزكاه فصدق فيه قول الله وإنك لعلى خلق عظيم فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله طبعا لتشريف لسدنا النبي من رب العزة تبارك وتعالى أن الدنيا التي خلقه الله الله تبارك وتعالى خلقها من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما ارتكب سيدنا آدم الخطيئة وأكل من الشجرة وعصى ربه فرجع إلى ربه وقال يا رب بحق حبك لمحمد اغفر لي زنبي بحق حبك للحبيب محمد اغفر لي زنبي طبعا كان سيدنا آدم أول مخلوق على وجه الأرض ما كانش لسه تخلق فربنا بيسأله وهو أعلم فيقول له يا آدم كيف عرفت محمد ولم أخلقه فيقول يا رب خلقتني بيديك ونفقت فيي من روحك لما رفعت رأسي من على قوائم العرش وجدت مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال له صدقت يا آدم إن محمدا أحب الخلق إلي ولولا محمد ما خلقته صلاة وسلام عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله الشيخ محمد أبو سويلم نورنا اسمح لن أنا أقول لك يا أبو سويلم على طول كده أنت الشيخ محمد زميل لي في كلية الدعوة الإسلامية صديق عزيز يعني إخوة يعني منذ أكثر من عشر سنوات يعني عايز أسألك سؤال ويا ريت تجاوبنا بصراحة أنت طبعا رجل قارئ قرآن كريم وعالم كبير الله يكرم ومشاء الله أخدت إجازات مغلقة وإجازات مفتوحة ومتصلة السند بالرسول الله صلى الله عليه وسلم عايز أقول لك أنت بتحب تنتمي لمدرسة مين ولا ما بتنتميش لمدرسة معينة وبتحب تسمع مين من قراء الجيل الحديث اللي على الآن دلوقت الله لا أقف فيك سرا أنا شخصيا أستمع للقارئ من أجل القرآن ولا أستمع للقرآن من أجل القارئ نعم لأن القرآن العظيم له مكانته الخاصة أما الأعلام يوجد أعلام تلاوة على هذه الساحة ومنهم العلم الأكبر فضيلة الدكتور أحمد نيانع ثم قارئ الأولياء والأثقياء نحسبهم من الصالحين ولا نزكيه على الله فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيود أصلى الله عز وجل أن يحفظه وأن يفتح عليه دوماً فتوح العارفين ربنا يبارك فيك يعني طبعاً الشيخ محمد والسيلم بيقول لنا النهاردة أنه هو بيحب بيسمع القرآن بيسمع القراء من أجل القرآن وليس من أجل القارئ شخصاً ولما سألناه وقلنا له أنت بتحب تسمع مين من قراء الجيل الحديث اللي احنا بنعيش فذكر طبعاً سيدنا الدكتور أحمد نيانع وخاص بالذكر سيدنا ومولانا وتجرسنا الشيخ أحمد عوض أبو فيود قارئ الأولياء ونقيب قراء محافظة قفر الشيخ قارئي لزعو التلفزيون طبعاً وإحنا جاينا في الطريق بالعربية فرأيت صورة للشيخ محمد أبو سويلم منذ أكثر من سبع سنوات بصحبة الشيخ أحمد عوض أبو فيود الشيخ محمد يعني بيقرأ يعني منذ نعومة أظافره يعني كان عنده عشر سنين وهو بيقرأ قرآن طبعاً شهد وجاء القراء القبار شهدوله بالأداء المتميز والأحكام المتميزة أحكام سليمة قراءة صحيحة ودي طبعاً أهم حاجة في القارئ إنه يكون عنده الأحكام صحيحة مش يطلع يتكلم بالنغم وخلاص ولازم نتعلم الأدب مع القرآن ونتعلم الأدب مع الذين يقرأوا القرآن فالشيخ محمد يعني ذكر لنا نموذج عظيم جداً وهو سيدنا الشيخ أحمد عوض أبو فيود يعني أدبه وعلمه واحترامه يجبر الجميع على احترامه إن الله إذا أحب عبداً وضع له القبول في الأرض طب يا شيخ محمد ختمت القرآن وقلت وإنت عندك تسع سنوات صحي الكلام ده؟ نعم تمام آآ اللي بيقولنا معنا مدخلة تفضل السيد محمد تفضل أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً السيد محمد تفضل أهلاً محمد عبوه طبعاً لستوز محمد معنا كان معنا تصل تليفوني وعايزك تقول أهم الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج طبعاً رحلة الإسراء والمعراج هي التفريح قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات السيدة خديجة رضي الله سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها عندما ماتت ومات عمه أبو طالب في عام واحد فسمي هذا العام بعام الحزن فأراد الله تبارك وتعالى أن يلطف قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يزيل ما عليه من هموم وغموم وقرب ومحن فأرسل له سيدنا جبريل وأرسل له هذه الرحلة تشريفاً وتعظيماً لهذا النبي العظيم النبي الأكرم فأرسل الله تبارك وتعالى له سيدنا جبريل وعرج به إلى السماوات العلى وعرج به إلى السماوات العلى ولقى ربه تبارك وتعالى عند سدرة المنتهى الشيخ محمد عبد الوهاب يا الشيخ محمد إحنا عايزين نعرف سيدنا جبريل قدم لسيدنا النبي إناءين إناء من الخمر وإناء من اللبن فطبعاً سيدنا النبي اختار اللبن إيش معنى؟ مع إن الخمر لم تكن حرمت في هذا الوقت؟ بسبب الفطرة السليمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها فهي فطرة الله وسنة الله في خلق الشيخ محمد يعني مش عايز تشكر أي حد أو توجه الشكر لأي حد؟ أكيد من لم أشكر الناس لم أشكرهم بالناس أولاً الشكر لله وهم الوالدي والديتي هم السبب الأول والأساسي والرئيسي في حفظي لكتاب الله عز وجل وطبعاً أساتذتي ومشايخي الذين كانوا سبب في تعلم القرآن الكريم وكانوا سبب في حفظ القرآن الكريم وكانوا سبب من أسباب تعلم للعوم الشرعية وخص بالذكر شيخان الشيخ الأول وهو فضيلة الشيخ عبد الجواد عطي أحمد سلاماً وروري أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يزيه عننا خير الجزاء أما الشيخ الثاني وهو أستاذي وتاج رأسي ومعلمي ومصدر العلم الذي جميعاً نتعلم منه فضيلة الشيخ عبدالله المكاوي أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عمره وأن يحفظه من كل مكروه المسوء وأن يزيه عننا خير الجزاء طبعاً عشان وقت البرنامج ووقت الحلقة وهنشوفكم في حلقات تانية الشيخ محمد عبدالوهاب عشان المتصل عايز بس يقول نقطة واحدة من الإسراء والمعراج عشان وقت البرنامج الدروس المستفادة الدروس المستفادة أول شيء وهو فرض الصلوات الخمس التي فرضت على المسلمين والنقطة الثانية والنقطة الثانية وهي تصديق سيدنا جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمام طبعاً دي الدروس المستفادة اللي شفناها في رحلة الإسراء والمعراج وعشان وقت البرنامج طبعاً بنقول لأي واحد حابب يظهر موهبته عايز عنده موهبة عايز ينميها ياريت يتواصل معانا البرنامج فاتح بابه للكل ساعدت بحضراتكم في هذا البرنامج برنامج سفينة العلوم أترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة